صلى كتير كلام بهاليومين ثلاثة حول موضوع أنه تبحث موضوع إيادة الجيش والفراغ أنا هذا الموضوع ما طرحته على حدا أكيد طرحه على أي كتار وكان عندي جواب واضح حول وجود حلول آنونية لهذا الموضوع هذا هو الموقف العلني للتيار الوطني الحر بالنسبة إلى موضوع تمديد لقائد الجيش موقف التيار المعروف يقابله رفض التيار المرضى للتمديد بحسب ما تؤكد مصادره للأو تي في حيث قالت فيما البلاد تمر بأصعب الظروف المالية والنقدية والاقتصادية لم يتم التمديد لحاكم أصرف لبنان وفيما البلاد تمر بأصعب الظروف الأمنية لم يتم التمديد للمدير العام للأمن العام لماذا تريدوننا اليوم التمديد لقائد الجيش تحت حجج الاستقرار الأمني والعسكري؟ في هذا الوقت وبينما يتشكل انطباعنا عام بأن الثنائي الشعي قد يسير بهذا التمديد إلا أن مصادر رفيع في 8 أذار أكدت للأو تي في أننا لا نزال ندرس الموضوع لبل هناك اتجاه سلبي في هذا الإطار خصوصا أن الأمر مرفوض من قبل الحلفاء في الساحة المسيحية وخصوصا أننا نعلم أن ليس الشخص من يؤمن الاستقرار الأمني إنما المؤسسة لكن فلننتظر ونرى إلى أين ستفضل المشاورات في الأيام المقبلة وعلى كل حال أسبوع المقبل سيكون هناك شد حبال كبير مصادر حزب تقدمي الاشتراكي قالت من جانبها للأو تي في أننا ملتزمون باقتراح القانون الذي تقدمنا به وهو يسمح اختياريا لمن يريد بكل الرتب العسكرية تمديد عامين وكنا قد تقدمنا بهذا القانون منذ أربع سنوات وجددنا هذا العام لعدم تنزيل القوانين على قياس أحد أما على ضفة القوات وفي موازاة التسريبات التي أكدت سير القوات بالتمديد أكدت مصادرها للأو تي في أن الأمر ما زال خاضعا للدرس ولم اتخذ أي قرار لغاية اللحظة وأضفت المصادر أن القوات تدرك أن الجوهر الأخيرة المتبقية المتعلقة بالاستقرار الأمني هي المؤسسة العسكرية وهي تأخذ بالاعتبار هذا الأمر إلا أننا في الوقت نفسه ندرس مسألة أن التشريع في ظل الشغور مسألة غير دستورية ولذلك نأخذ وقتنا وختمت مصادر القوات بالقول لا موقف من هذا الأمر حتى الساعة نواب التغيير أكدوا للأو تي في أن الموقف المبدئي هو ضد التمديد لكن بما أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها إجراء تعيينات وفي ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن تعيين قائد جيش جديد يمكن أن لا نكون حادين بالسلبية تجاه التمديد مع التركيز على ضرورة أتمام الاستحقاق الرئاسي حتى يستقيم عمل المؤسسات ترجمة نانسي قنقر